لابد لإباحة المحظور بالضرورة من تحقق شروط الشرط الأول أن يتحقق أنها ضرورة فليس كل ما الدعية أنه ضرورة كان ضرورة شرعاء الشرط الثاني أن تكون قائمة لا متوقعة افهموا هذا الشرط أن تكون قائمة لا متوقعة ما معنى قائمة أنها موجودة بذاتها أو أن سببها منعقد أمران أنها موجودة بذاتها هذا الأمر الأول الأمر الثاني أن سببها منعقد وهذا ضابط عند أهل العلم انعقاد السبب كالوقوع انعقاد السبب كالوقوع فإذا انعقد السبب كان كأن الشيء قد وقع وأعطيكم مثالا للأمرين الأمر الأول إنسان يسير في الصحراء ولا زاد معه وخشي الموت فوجد ميته الآن الضرورة واقعة أو غير واقعة واقعة موجودة يجوز له أن يأكل من الميتة طيب قال يا شيك أنا الآن وجدت هذه الميتة لكن ما أدري متى ينتهي هذا الطريق وليس معي شيء وأخشى أن أجوع مرة أخرى جوعا شديدا ولا أجد شيئا فهل يجوز أن أحمل من الميتة معي نقول نعم يجوز لأن السبب منعقد نعم الآن أنت شبعت وأمنت من الموت لكن السبب الذي يوقع في الضرورة قائم فإنك لازلت في صحراء ولا تدري متى ينتهي الطريق أما أن تكون متوقعة بمعنى كما يقول العامة محتملة يمكن يمكن مثل ما يفعل بعض الناس يعيش معنا مثلا في المدينة أربع سنين خمس سنين وهو ملتحي ثم إذا أراد أن يسافر إلى بلد حلق لحيته لماذا؟ قال يمكن أنهم في الجوازات يمسكون ندارة أدخل يمكن يحتمل هذه ليست ضرورة ليست ضرورة لأنها ليست واقعة ولم ينعقد سببها لم ينعقد سببها وإنما هي مجرد احتمال مجرد احتمال الشرط الثالث أن يتعين استعمال المحظور يعني أن لا يوجد طريق مباح أن لا يوجد طريق مباح يعني بعض الناس مثلا يأتيك ويقول يا شيخنا أستعمل العادة السرية يخرج منيه بيده وهذا حرام سماها الله عدوانا فمن ابتقى وراء ذلك فأولئك هم العادو ويقول يا شيخ لكني والله مضطر أخاف على نفسي الوقوع في الزنا فنقول له هل جربت الصيام فيقول له نقول إذن ما صرت في حالة من الضرورة تبيح لك هذا الفعل لأن هناك سببا مباحا دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم لعلاج هذا الأمر عليك بالصوء عليك بالصوء فما دام أنه يوجد سبب مباح فإن المحرم لا يباح الشرط الرابع أن لا يكون المحرم أعظم من الضرورة أن لا يكون المحرم أعظم من الضرورة وذلك نحن نفتي أن الرباء لا يباح بحال من الأحوال لأن الرباء أعظم من كل ضرورة يمكن أن تقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساوى الدرهم الواحد الذي يكله الرجل وهو يعلم من الرباء بست وثلاثين زنيا أدناها أن يأتي الرجل أمة فأي ضرورة يمكن أن تكون يعني أعظم من هذا والعلماء يقولون لا يجوز للإنسان إذا أكره بالقتل أن يقتل لأن قتله لغيره أعظم من الضرورة التي هو فيها الشرط الخامس أن لا يتجاوز مقدار الضرورة وهذا سيأتينا بعد قليل إن شاء الله لا يتجاوز مقدار الضرورة أعظمpod